تنضم إلينا في الستوديو الصحفية نادية أبو المجد لمتابعة التطورات الصحفية وما كتب في الصحافة الأجنبية تحديدا عن ما يجري في غزة نبدأ من أرى لديك الكثير وهاورتس لديها عنوين فاسمحي لي بأن نعرف ما هو أهم ما يجب أن نقف أمامه في الصحافة الأجنبية يعني هارتس كتب تحليل على أنه من ضمن الأمور المهمة هو ماذا بعد ماذا بعد ما يحدث الآن بتقول أنه أكيد اللي حصل في إسرائيل أقوى من الاستيعاب يعني هذه الهجمات بالنسبة لإسرائيل أقوى من الاستيعاب وما يحدث في غزة الآن هو عبارة عن جحيم ودمار لكن يضل السؤال ماذا بعد ماذا بعد أن تهدأ هذه الرغبة الإسرائيلية في ممارسة هذا نوع من الغضب والانتقام أنه يجب أن يكون هذا السؤال موجود ليس فقط بالنسبة للإسرائيلين ولكن أيضا بالنسبة لحلفائها أنه من مصلحتهم تذكرة إسرائيل بفكرة أهمية ضبط النفس وأن لا تنسى ماذا بعد وتذكر يعني هذا التحليل بيقول أنه يعني ما حدث يوم السبعة من أكتوبر هو ليس حرب أكتوبر جديدة بقدر ما هو 11 سبتمبر بالنسبة لإسرائيل فإذا كان الأمر كذلك فهو بيذكر بما حدث للولايات المتحدة عندما قامت بالانتقام بعد 11 سبتمبر ما حدث بعد غزوها لأفغانستان ما حدث بعد غزوها للعراق يعني أنه هي مفروض قضت على صدام حسين ونظامه لكن أنتجت داعش فبيقول هذه المقارنات لا يجب أن تكون بعيدة عن الأذهان لأنه حتى لو تم اقتلاح حماس أو القضاء عليها أو لذلك سيظل دائما السؤال ماذا بعد خصوصا في أنه يعني غالبا أنه هذه الحرب ليست كالحروب السابقة فما هي التداعيات سواء العسكرية سواء الإنسانية سواء على الشرق الأوسط لأنه يعني كما قلنا أنه هذه غير مسبوق هذا فتداعيات على الجميع فيجب أن يضل هذا السؤال وهل ستستمر السياسين الإسرائيليين متحدين أم سيتم التنافس فيما بينهم الدول الأخرى في الإقليم ما هو رد فعلها إذا اتسعى نطاق القتل للفلسطينيين أكثر من ذلك وخصوصا أنه بيذكر هذا التحليل بأنه يبدو أنه الرئيس بايدن ووزير خارجياته أنتني بلينكن متبنين يعني لي الرواية الإسرائيلية يتحدثون عن القتل الإسرائيليين لكن لا يتحدثون عن الفلسطينيين وكل ذلك يعني لا يشجع في إجابة هذا السؤال ماذا بعد يزيد من الغضب كل ذلك فهذا مهم أنه يبقى في الحسبان ولا أن تنجر فقط إسرائيل سؤال ماذا بعد أيضا أعتقد هو ما شغل الإيكونوميستفا في عنوان هل غضب وانتقام إسرائيل سيؤدي إلى فوضى أم استقرار تقريبا يبحث في نفس ذات السؤال نفس السؤال فكرة أنه ماذا بعد أنه بعد هذه الحرب يعني برضو يتوقع سواء حدث غزو أم لم يحدث أو بغض النظر أنه هذا غير ما سيحدث غير مسبوق من قبل فأيضا هل يمكن أن يؤدي ذلك لفوضى فقط اسمحي لي أستاذ نادية هناك عدد من الأخبار العاجلة مصدر دبلوماسي يقول أن روسيا توزع مشروع قرار على أعضاء المجلسة مجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة مشروع القرار الروسي الذي تم الحديث بشأنه يدعو إلى إيصال المساعدات الإنسانية وإجلاء المدنيين الأمينين الذين يحتاجون إلى ذلك وكذلك مشروع القرار كما يبدو بمجلس الأمن يعرب عن القلق البالغ من تفاقم الأزمة الإنسانية ويؤكد على وجوب حماية السكان المدنيين الإسرائيليين والفلسطينيين أيضا يدينوا كل أعمال العنف ضد المدنيين والأعمال الإرهابية ويدعو إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح كل الرهان عودوا لك بالعودة لهذا التقرير يتحدث على أن الأسابيع القادمة هي التي ستحدد ماذا سيحدث هل سيكون هناك مزيد من الفوضى أم يمكن بعد أن تنقشع هذه الحرب وتهدأ الأمور ممكن أن يكون بداية الاستقرار وحتى ربما سلام يعني هو يبدو كلام غريب في ظل هذه الأمور يعني أن يكون في أي تحدث عن السلام لكن على أي حال أيضا هذا التقرير كما قلت وكأنه يكمل التحليل فيها أارتس يحذر من هذه المخاطر يحذر من تصريحات مثل تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي الذي وصف الفلسطينيين بأنهم حيوانات بشرية وسيتم التعامل معهم كذلك ويقول أنه في خطورة كبيرة أنه حتى من وجهة نظر إسرائيلية أن لا يكون هناك أي تفرقة بين حماس وبين أكثر من 2 مليون فلسطيني يسكنون في هذا السجن المفتوح اللي هو غزة يعني أيضا كل هذه الأمور فبيقولوا أنه إسرائيل ليس لديها خيارات جيدة في هذه الحرب عن الخيارات؟ الحرب البرية وعلى أي حال أنه هذا الاحتلال الإسرائيلي غير مستدام وحتى إن نجحت في اقتلاع حماس فبدون حل مشكلة الاحتلال لا توجد أي حلول جيدة ولا فكرة أنه لن تعود حماس أو جماعة أخرى مشابهة لها طالما الفلسطينيين لم يحصلوا على حرياتهم واستقلالهم عن الخيارات السيئة أمام إسرائيل ومسألة الاجتياح البري The Atlantic تقولوا إسرائيل تسير نحو المصيد اقتحام غزة سيحقق أمنية حماس يعني كاتب هذا المقال بيقول أنه يعني حماس كانت تدري ماذا تفعل عندما قامت بالهجمات التي قامت بها يوم 7 أكتوبر أنه حماس كانت تريد تغيير الوضع الحادث أو الركود الحادث حتى ربما منذ عقدين أو أكثر أن الأمور تغيرت إلى الأبد حماس كانت تريد تغيير هذا الوضع لأن هذا الوضع لا يناسبها ولا يناسب الفلسطينيين ولكنه يقول أنه يخشى أن حماس عندما فعلت ذلك يتعلم أيضا أن رد فعل إسرائيل سيكون عنيف لكن هي يعني من وجهة نظره أنه ربما أنها تجتذب إسرائيل إلى المصيضة وهي الحرب البرية وهو يقول على قد ما أنه إسرائيل تسيطر على غزة من الخارج لكنها لا تعلم غزة من الداخل ودائما حرب الشوارع دائما ما تكون ليست في صالح الغازي لأنه طبعا يعني كل بلد أدرى بشعابها أو أدرى بي فربما تكون هذه مقبرة لمزيد من ومزيد من القتلى الإسرائيلين غير الموجودين أيضا هناك مستنقع عسكري فهو بالزبف فهو قال أنه ربما أنها ويبدو أنها تنجح لحد كبير في مواجهة مطولة وجر إسرائيل لما أسماه مستنقع عسكري لن يكون من السهولة الخروج منه وهناك أيضا مقارنات بما فعلته إسرائيل عندما غزت لبنان عام 82 ولم يكن الغزو سريعا وبدون آثار كما تخيلت وغيرها من بيقول حتى وقتها يعني شبه أنه لبنان ربما تحولت كأنه فيتنام بالنسبة لإسرائيل كما كان بالنسبة للولايات المتحدة فعلى أي حال هو يعني يحذر من أنه هذه ربما مصيضة وإسرائيل تذهب إليها في ذات السياق فورين بوليسي تقول ثلاثة عوامل ستشكل حرب إسرائيل وحماس الصراع قد يتحول إلى مستنقع عسكري يعني تعبيرات متشابهة هو بيقول أنه يعني طبقا لهؤلاء المراثين وهم مرسلين أمن قومي وفي البنتاجون وغيرهم الذين كتبوا هذا التقرير للفورين بوليسي اعتمد على عدة أشياء يعني كيف أولا ما هي الشكل الذي ستأخذ هذه الحرب وما هي تدعايتها العسكرية والإنسانية النقطة الثانية هل سيتوسع الحوار الحرب هل دول أخرى ستدخل هل سيدخل حزب الله طرف في هذه الحرب هل ستدخل سوريا هل ستدخل إيران إلى أي مدى ستتوسع وربما تصبح يعني كأنها حرب إقليمية خارجة عن نطاق السيطرة والنقطة الثالثة المهمة أيضا ما هي خطط الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الصراع نحن نعرف أنه يعني الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت عن دعمها الكامل واستعدادها للتزويد إسرائيل بكل ما تحتاجه وهناك يعني بوارج حربية في الطريق مليئة بالأسلحة لإسرائيل لكن إلى أي مدى هل ستتدخل عسكري هل لا موجودين لمجرد الدعم المعنوي والردع كما قيل أم مفروض أنه لن يتم التدخل يعني لن ينزل الجنود الأمريكيين على الأرض لكن هل تطورات الأمور ستغير من هذه الأمور كل هذه العوامل هي التي ستحدد ما شكل الحرب أو الغزو المرتقب لغزة شكرا جزيلا أستاذ نادية أبو المجد والتغطية مشاهدين مستمرة من شكرا جزيلا أستاذ نادية أبو المجدد